أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الأفعال التي تجعل النار لا تقترب منكم أبدا تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم هناك بعض الأعمال الصالحة وبعض الأدعية التي لو فعلناها أبعد الله النار عننا ولن تقترب منا أبدا بفضل الله تعالوا نشوف كده في عجالة سريعة رقم واحد الدعاء فالمولى عز وجل علمنا أن ندعو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعظه من النار ما شاء الله إن احنا نسأل المولى عز وجل كل يوم ثلاث مرات الجنة ونستعيذ في كل يوم ثلاث مرات من النار الله عز وجل يجعل الجنة تنطق وتقول اللهم أدخله الجنة ويجعل النار تنطق وتقول اللهم أعظه من النار يقول اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار رقم اثنين صيام النوافل قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم من صام يوما يوما يوم واحد من النوافل من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا يعني سبعين سنة وفي رواية عند النسائية بإسناد حسن باعد الله النار عن وجهه مئة عام يعني مئة سنة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة حبيبي تربية البنات والإحسان إليهن إن بعض الناس ربنا عافينا عافيكم ما بيحبش خلفة البنات مع إن خلفة البنات كلها خير بفضل الله وكان الإمام أحمد بن حمل رحمه الله رحمة واسعة في يوم الأيام علم أن أحد أهل العلم حزن لأنه لا ينجب إلا البنات فقال أبشر فإن الأنبياء آباء بنات فإن الأنبياء آباء بنات بفضل الله سبحانه وتعالى يعني معظم الأنبياء خلفوا بنات بفضل الله والبنات رزق عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى واللي بيحسن إليهن بيكن له حجابا وسترا من النار ما الدليل على ذلك الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن يعني جاب لهم لبس وسترهم تمام؟ كنا له حجابا من النار يوم القيامة في رواية أخرى قالت امرأة أو اثنتين يا رسول الله قال أو اثنتين إذن فلو واحد عنده بنتين أو تلب بنات وأحسن إليهن كنا له سترا يوم القيام وفي رواية أو واحدة يا رسول الله قال أو واحدة يعني بفضل الله أي بنت واحدة أو اثنين أو ثلاثة تحسن إليها وتكرمها وتأكلها وتشربها وتسطرها وتكسيها لحد ما توصلها البيت جزها في كل أمان بفضل الله تكون لنا حجابا يوم القيامة من النار رقم أربعة وخمسة الاثنين مع بعض البكاء من خشية الله والمرابطة في سبيل الله إن الاثنين وردوا في حديث واحد رواه أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله عين بكت من خشية الله يعني إنسان تذكر ذنوبه وتذكر تقصيره في حق الله سمع آية من الكرآن تأثر بها ذكر يعني أي شيء يقرب من الله أو ذكر الجنة واشتاق إليها وذكر النار وخاف منها وذكر لقاء الله ولذة النظر إلى وجه الله فبكى من خشية الله هذه العين تجعل صاحبها بفضل الله لا يتمسه النار يوم القيامة تمام وعين باتت تحرص في سبيل الله يعني إنسان بات مرابطا في أرض الجهاد يحرص جنود المسلمين من أن يغير عليهم أعداء الله سبحانه سبحانه وتعالى واقف في الحراسة عشان لو جاي جنود العدو يوم منبه الجيش عشان يصحوا يبدأوا إيه؟ يقتلوا هؤلاء فهو بيحرصهم بفضل الله عشان ينام ومطمئننا في وقت الراحة فهذا مرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا لا تقترب منه النار أبدا يوم القيامة وهناك أعمال أخرى كثيرة فلابد إن إحنا نحرص على أي عمل يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار لأن الله عز وجل قال فمن زحزحة زحزحة شوف يعني التاخر بس كده فمن زحزحة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن فينا حبيبي يتحمل النار عافان الله إياكم تلك النار التي أوقض عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فهي الآن سوداء قاتمة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المدينة وسط أصحابي فسمع صوت وجبة صوت يعني حاجة بتسأط على الأرض كده كأن حجر ضخم يقع على الأرض فقال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقيها من على شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا بعد سبعين سنة تخيلوا حضراتكم لو واحد فينا واقف أعلى برج في العالم برج إيفل ولا برج القاهرة ولا برج خليفة أي أبراج من الأبراج العالية ورمى حتة حجر هيوصل الأرض الدفاة ديه بالكتير قوي في ربع دقيقة ربع أول نص دقيقة تمام؟ تخيلوا حضراتكم لما حجر ضخم جدا من أحجار الأخيرة بقى يترمي من على شفير جهنم يوصل أعرها بعد سبعين سنة تخيلوا عمقها الديدي حاجة يعني مخيفة ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقال الصحابة وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله يعني عيازا بالله لو كان في حدها يتعزب يوم الأيامة في النار فالنار بتاعت الدنيا كانت كفاية أو دي بتسيح الحديد والصلب فقال بلى يعني هي فعلا كافية ولكنها يعني نار الأخيرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها وفي رواية عند أحمد بسند صحيح ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من مئة جزء من نار جهنم عافان الله وإياكم إذن فالإنسان يسعى ويحرص كل الحرص أن يبعد نفسه عن النار وأن يكون من أهل الجنة حتى لو كان في أدنى درجات الجنة المهم أنه وينجو من النار عافان الله وإياكم من النار أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا